اعزائي المتابعين كل سنة وانتو طيبين. النهاردة هنتكلم عن اكبر كتبة في التاريخ. اكبر كتبة في التاريخ هي دولة ولاد العام. مش عايزين نقول اسمهم علشان شروط اليوتيوب وما تخلشش في مخالفات. المهم الناس دي كدابة بدرجة امتياز. الناس دي بتعرف تعمل وتطوع كل حاجة لصالحها. الناس دي بتستخدم الاعلام زي ما احنا شايفين كده يعني الافلام الكارتون عشان صدر لنا افكار مش حقيقية. يعني مسلا ده سلاح هم بيستخدموه ده سلاح متطور ده سلاح متطور اعلانوا عنه يوم تمانية خمسة اللي هو تمانية مايو عشرين واحد وعشرين. طبعا كلنا عارفين ان بعد التاريخ ده الحمد لله فلسطين قدرت تديهم حتة علقة مخترمة جدا وبين للعالم كله يعني ايه القبة الحديدية وان هي خرافة زيها زي اي حاجة تاني كانوا بيصدروها زي الساتر الطرابي في تلاتة وسبعين. وزي ان الجيش الاسرائيلي من من اقوى الجيوش. اه دي حاجات مش حقيقة. اه حنتفرج دلوقتي يعني اهم بيتشطروا وجايبين بلالين بفرقع بلالين. يعني التصوير الحي الوحيد اللي جابه هو بفرقع بلالين. انا مش فاهم ايه القوة يعني ان انت بتجاب تلب بلونات ده اي عسكري لسه حديث في الجيش المصري بيضرب. وايه ايه الدوائر البيضة اللي انت احطيتها فوق الليزر دين. انت فاهمي? ده ايه ده? انا عايز افهم يعني. وجايب لي طبعا طيارة طيارات اللي ايه بتطير بدون طيار او بالتحكم. طيارات صغيرة موجود منها كتير. يعني عندنا بيلعبوا بيها في الشوارع طبعا. تمام? جايب لي تلات اربع طيارات وبيطيارهم ويقعوا. مخضرتك حطت فيهم متفجر ذاتي. يعني حط فيها مفجر اول ما تدوس على الزرار اتفجر لوحدها. انت ما عندكش اه اقوى سلاح في الدنيا واحنا جيل التالت. لا احنا الحمد لله متطورين وقدرنا احنا كم عرب قدرنا ان احنا نوقع اسطورة الابة الحديدية بصواريخ بايزة. يعني العالم كله دلوقتي بيتفرج عليكم وانتو وانتو بتجروا من الكنيسة وانتو بتجروا في الشوارع. اه الحمد لله اه ادروا يرهبوكم. الناس اللي في فلسطين الناس المحترمة المربطة القوية اللي هناك. قدرت ان هي تخليكم تجروا من الكنيسة كنتوا قاعدين متطمنين. شوفناكم وانتو بتصرخهم. شوفناكم وانتو بتجروا من غير هدوم في الشوارع. وجايب لي فيديو وطبعا عامل عليه اللي هي الاضاءة الليلية. والحاجات بتفرق على واحدها. اهي الدروز بتفرق على واحدها. طب ممكن حضرتك تقول لي فين الليزر اللي حضرتك كنت نشره من شوية? هو فين? يعني ما ظهرش ليه وحضرتك بتصور بالصورة اه تحت المحشية والحاجات اللي انت عاملها دي. فين? يعني فين حضرتك? حضرتك عملت اعمل لي نقط كده اي عيد بيفهم جرافيك بيعملها. وحضرتك مصور لي خمس ست طيارات مرمين في الارض وانت اصلا التجربة كانت على تلات طيارات. جيب لي جهاز شبه الصندوق وتقول لي ان ده هو اللي بيقدر يعمل القبة الحديدية وان هو بينقلها في اي مكان. مش حقيقي. وجيب لي خريطة كاتب عليها اسرائيل ليه انت المحتل? انت مش صاحب الارض. انت واحد جاي بسارق الارض دي كاتب عليها اسمك ليه? ده انت حرامي وبيجيح. طبعا وبيوررونا بقى يعني مدى قوة الجيش بتاعهم وازاي ان هم متطورين وعندهم اسلحة اه مش حقيقي. والله ما حقيقي. انتو انتو بتحكوا على نفسكم مش بتحكوا علينا احنا احنا بنفهم دلوقتي الحمد لله اتطورنا وبيننا بنفهم. جايب لي صاروخ بيفرقع في الجو الواحد. وكارتون. يعني حضرتك مش عامل حتى تجربة حقيقية. لا ده حضرتك عاملها لي موشن جرافيك. طب ليه حضرتك في البلالين عملتها رسمي? يعني كنت مصور البلالين وعمل البلالين وعملت جيب لي بقى موشن جرافيك وليزر بيعد كده وحاجات بتلف. ما بقيناش ناكل من الكلام ده. انتو كل الخناقات اللي دخلتوها معانا. الخناقات بالقوة انتو اتغلبتوا فيها. دراع لدراع زي ما بنقول كده بالصعيدي. انتو اتغلبتوا وتعلم عليكم. احنا علمنا عليكم. لكن ان انتو بقى موشن جرافيك. ده قصور من عندنا وبدأنا نتعلم. يعني انت جايب لي واحد دلوقتي بيطلق عليك صاروخ. وانت يعني العين اللي انتم عاملينها دي. الصاروخ بفرقة من نفسه. ايه الصاروخ اللي فيه ازرق واصفر ده انا عايز افهم يعني. حضرتك عامل لي موشن جرافيك وجات تحكي علي. يعني لو بصينا على اللي ورا دي. لو بصينا انت جايب لي ست دبابات منهم دبابة ورا. الدبابة اللي ورا دي حضرتك مفيش حاجة راحة ناحيتها. حتى لو انت عامل مش عارف تعمله. مفيش حاجة راحة ناحيتها عشان تفرقع الصاروخ اللي كان جاي فيها من ورا. ابدا. صور لي اربع صواريخ واقفين جم بعض بيطيروا. تمام? وبعد كده بيفرقعه. مين فرقعهم سبحان الله. يعني انتو الجيش عندكم مخاوي. وجاب لي طيارة طبعا موشن جرافيك. اهي. فيها الليزر السحري. يعني ده اللي بنشتريه من السوبر ماركت اقوى من الليزر اللي انتم عاملينه ده. كان فين الليزر بتاعكم ده وانتو بتجروا من الكنيسة. يعني انتو لما جريتوا ورفعتوا الجلسة كده والستات اللي كانت نايمة في الشوارع عندكم وبتصرخ ولا هو شو بس قدام الكاميرات. عزين نفهم يعني. يعني القبة الحديدية بتاعتكم اتفضحت زيها زي ساتر الطرابي اللي كنتو بتقولوا عليه ان هو اقوى ساتر طرابي. انتم بقيتوا مفتوحين. بقينا عارفين ان انتم محدودين الفكر. بطلنا يضحك علينا ما بقناش ناكل من الكلام بتاعكم ده.